السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة أسرار لم تكن تعرفها إليكم هل تعلم ما سر هذه الصورة التي أثرت رعب العالم يصعب تفسيرها على الرغم من أن عملية اغتيال الرئيس جون كينيدي قد ولدت العديد من الشكوك بشأن صحة رواية السلطات الرسمية فإن السيدة بابوشكا هي من بين تلك الألغاز التي لم يجد لها تفسيرا للرد على أسئلة المشككين هناك عدد من الأفلام والصور الفوتوغرافية التي توثق اغتيال الرئيس كينيدي تصور امرأة مسنة تقوم بارتداء وشاح عادة ما ترتديه النساء الروسيات قديما حيث أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية بابوشكا نسبة لهذا الوشاح وهي تحمل الكاميرا في حين تم اغتيال الرئيس أثناء التحقيق حاولت السلطات تعقب المرأة ولكن دون جدوى في حين لم تأتي من ناحيتها للإدلاء بشهادتها فيما يخص كل ما صورته وإن كانت هناك العديد من نظريات المؤامرة التي حكت حول هوية السيدة بابوشكا وحتى هوية الشخص الذي ادعى أن تكون هي السبب ولا تزال هويتها غير معروفة حتى يومنا هذا في عام 1970 ادعت امرأة اسمها بيفرلي أوليفر أنها هي السيدة بابوشكا لكن سرعان ما تبين زيف ادعائها لأنها أرادت الشهرة وادعت أن الكاميرا قد تمت مصادراتها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في البداية أن هذا قد يبدو حلا للغز حتى تم تحديد نوع الكاميرا التي استخدمت والتي ظهرت أن نموذجها لم يكن قد صنع إلا بعد عدة سنوات من الإغتيال وبالمثل ذكر الشهود الذين كانوا بالقرب من الحادثة أن أوليفر لم تكن من شاهدوها في تلك اللحظة بالإضافة إلى ذلك تحليل الصور التي شملت الحادثة تشير إلا أن بابوشكا أسن بكثير وأثخن من أوليفر التي كانت في سن السابعة عشر وضئيلة بالمقارنة ببابوشكا في عام 1963 ماذا حدث لسيدة الغامضة بابوشكا التي كانت تصور حادث الاغتيال لغز لم يتم حله إلى اليوم بالنظر إلى أن السيدة بابوشكا كانت قريبة جدا من سيارات الموكب فإن فيلمها يمكن أن يقدم أدلة لا تقدر بثمن إذا كان بالإمكان الوصول إليها اليوم المشكلة هي أن السيدة بابوشكا وفيلمها اختفوا من التاريخ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة أسرار لم تكن تعرفها في أمان الله